أستاذ ياسر محمد نجيب في هذا الفيديو سنقدم لحضراتكم الفيديو السابع من سلسلة شرح برنامج ميكروسوفت وورد وفي هذا الفيديو سنقدم لحضراتكم كيفية فتح الملف وغلق الملف وغلق البرنامج من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في هذا الفيديو سنبدأ نشوف إزاي تقدر تفتح بلف علشان تفتح ملف في مجموعة من الطرق الطريقة الأولينية بأنك تدور على الملف عندك في مجلدات الجهاز بتاعك وبعد كده بتضغط عليه ضغطتين فبيفتح معك الملف أنا هقفل ده هنفتحه على الطريقة التانية عن طريق برنامج الورد في برنامج الورد مجرد ما تفتحه بيضطهردك آخر الملفات اللي أنت اشتغلت عليها فبتقدر أنك تضغط عليه هنقفل تاني في حالة لو أنت عايز تعرف الملف ده موجود فين هو كاتب لك الامتداد تحته أو لما أنت بتوقف عليه بيظهر لك الملف ده موجود فين بالضبط على جهازك الطريقة التالتة بقى أنك تضغط له على Open وبعد كده Browse وتحدد مكان الملف طبعا نحن عادفين بقى أن الملف بتاعنا على الديسك توب فهنفتحه الطريقة الرابعة أثناء عملك على أي ملف تضغط ضغط على Control O والاختصار ده من الاختصارات اللي أنت هتستخدمها كتير في برامج الأوفيس أنا هضغط دلوقتي على Control O هي يظهر لك القيمة بتاعت فتح فهتظهر وتضغط منها على Browse وتحدد الملف بتاعك موجود فين فيكون كده الملف بتاعك الفتح كده احنا أخذنا إزاي تقدر تفتح الملف بتاعك بأربع طرق رقم واحد عن طريق المكان بتاع الملف رقم اتنين عن طريق فايل وأوبن رقم ثلاثة عن طريق آخر الملفات أو الريسينت فايلز رقم أربعة عن طريق Control O أنا دلوقتي عندي عايز أقفل الملف ده إحنا لما كنا بنضغط على اكس كانت برنامج كله بيقفل طب أنا عايز أقفل الملف ده تقدر بقى أنك تقفل الملف عن طريق أنك تاخد فايل Close فبيقفل الملف الحاجة التانية أنك تضغط على Control W لما أنا هضغط دلوقتي على Control W بالكيبورد هتلاقي أفلك الملف بدون غلق البرنامج الفرق دلوقتي في الخطوة اللي احنا هنعملها بفايل و Close أن ده بيقفل لك الملف ما بيقفلش البرنامج إنما لو أنت ضغط على الاكس أو ضغط على اختصار Alt F4 ده بيقفل لك البدامج بالشكل نهائي زي ما هنشوف دلوقتي كأنك ضغط على الاكس طبعا باعتبار بأن الملف اللي قدامنا ده ما هواش ملف محفوظ هو هنا بيسألك هل أنت عايز تحفظ الملف ده ولا لا احنا مش هنحفظ الملف ده فهتلاقي بأن برنامج سجل خروج خلاص وتم غلق البرنامج بشكل نهائي تقدر تقفل البرنامج عن طريق الاكس اللي كانت بتظهر عندنا فوق أو تقدر بأنك تضغط عن طريق Alt F4 وهنجمع لكم مجموعة الاختصارات ديت بعد كده هتلاقي لها رابط أسفل الملف وهنشرح لكم الاختصارات اللي هامة بالبرنامج في فيديو لاحق بإذن الله شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة شكرا للمشاهدة